اذا تحديثات جديدة تتوالى في اليوتيوب وهذه التحديثات ضرورية لشرحها معناه يجب علينا ان نشرحها لجميع صناع المحتوى لفهم ما يحدث في اعدادات اليوتيوب لذا من فضلكم مركزوا جيدا وقبل التركيز وقبل فعل اي شيء اشتركوا في القناة فاعلوا الجرس ودعمونا بلايك وكمنتر ماك خاصروا له ما تبخلناش بهذا الاشياء البسيطة جدا احنا ما نشبه لنك بالوقت نتاعنا وبمعلوماتنا اذا لابدكم بل من قبل كانوا الاعلانات لكنا نفعل فيهم في الفيديوهات الطاويلة التي تتجاوز ثماني دقائق كنا حينها نضع اعلانات كثيرة حوالي خمس اعلانات يجب تفعيلها وغيرها الان تغير كليا وبسطت اليوتيوب هذا الامر ولم يعد تخصص صانع المحتوى انا ما علي فقط ان اقوم بتفعيل الربح وفقط سنشاهد كيف تحول الان وكيف تم تبسطها قبل هذا ساعطيكم هذا المقال لسيبورت جوجل يعني هذا الموضوع ستجدون رابطه في صندوق الوصف لمن يريد قراءة جيدة ببساطة يقول لك اليوتيوب لقد بسطنا خيارات اشكال الاعلانات كانوا من قبل هناك خمس خيارات يجب تفعيلها كلها هذا ما باختصار ما يقوله في هذا المقال يمكنك قراءتها وهذه الاعلانات الموجودة كلها تقريبا لكن لم نعد مضطرين في تفعيل كل واحدة على حداء مثلا هناك اعلانات في وسط الفيديو هناك اعلانات ثلاثة ثانية هناك اشكال كثيرة اذا اذا ذهبنا لأي فيديو من الفيديوهات وضغطنا على تحقيق الربح الخاص به نجد هذا الشكل الجديد لقد شرحته من قبل لكن سأعيد شرحه لماذا ظهور خاصية جديدة اذا هذا الفيديو تشاهدون فقط ما عليكم الا تفعيل الربح ثم تضعون تم ماذا سيحدث الفيديو ستجدون هذا الاعلان تخرج اوتوماتيكي ما هو الاعلان؟ اعلانات قبل تشغيل الفيديو اعلانات اثناء تشغيل الفيديو واعلانات بعد انتهاء الفيديو نوع الاعلانات هي الغير قابلة للتخطي التي فيها تقريبا حوالي عشر ثواني الى ثلاثون ثانية الى دقيقة التي لا يمكننا تجاوزها هذه اعلانات مربحة جدا الاعلانات القابلة للتخطي التي يمكننا تخطيها وعدم مشاهدتها وايضا يمكنكم الربح منها وهناك اعلانات الصورية التي تخرج في الفيديو صغيرة بمجرد صورة لكن الشيء الجديد الذي حدث الان تم حث جميع الاعلانات يدويا معناها الان اليوتيوب يقولك سيقوم اليوتيوب بتكفل بهذا الامر معناه لست مضطر الى فعل اي شيء مالك فقط تفعيل الربح من هذا المكان قم بتفعيل الفيديو واذا كان الفيديو تخطى ثماني دقائق يمكنك ترك الاعلانات لليوتيوب او يمكنك اضافة اعلانات يدوية كما كانت هذا الشيء الوحيد الذي بقيه يمكنك تعديله هو الاعلانات او الفيديوهات التي فيها اكثر من ثماني دقائق يعني يمكنك ترك الاعلانات لليوتيوب او يمكنك ان تضافة اعلانات يدوية كما تريد 10-20-30 اعلان هذه الميزة التي تركوها وتسمى وضع الاعلانات اثناء عرض الفيديو اعلان اثناء التشغيل سنضع الاعلانات اثناء التشغيل ايقولك اليوتيوب احنا نحطوها اوتوماتيك في مناطق او دقائق الفيديو التي نراها مناسبة التي تتخطى مدتها ثم دقائق ويقولك يمكنك مراجعة موضع الاعلان وتعديله بعد الانتهاء بعد نشر الفيديو والانتهاء منه والتأكد بالانتهاء تضغطون في مراجعة موضع الاعلان ستجدون مثلا هذه انا وضعتها يدويا لكن ستجدون هناك اعلانات موضوع هنا واحد او اثنين او ثلاثة انا شخصيا افضل ان تكون اعلانات يدوية اضعه انا شخصيا لكي يستطيع اضع اعلانات كثيرة والربح منها اكثر اما اليوتيوب ستضع لك حوالي اعلانين او ثلاثة اعلانات وممكن مكانها سيكون في هذا المكان يعني في نهاية الفيديو المشكل الذي اراه انا انه الاعلان في هذا المكان يمكن ان يكون اعلان ذا قيمة عالية ويمكن ان يكون اعلان غير مربح معناها يمكن تأتيك مشاهدات كثيرة ولكن لن تربح لانه لا احد سيصل الى الدقيقة العاشرة الا اذا كانت قناتك مميزة لذلك فانا شخصيا اقترح هذا الاسلوب انك تضع اعلان كل دقيقة او تضع اعلان كل ثلاثون ثانية او كل دقيقتين المهم ان تضعها يدويا عن طريق اختيار موضع معين ثم تضغط على فاصل اعلاني ثم تقوم بعمل متابعة ماتا حفظ هكذا ثم تضغط على حفظ بهذا الطريق الان ترجع موضع الاعلان يمكنك ايضا التعديل على الاعلانات كما تريد بتحريكها او اضافتها او حذفها من هذا المكان وهذا هو الوقت الذي فيه اعلانات لذلك فاكيد الحالتين هي جيدة يمكنكم التجربة ويمكنكم ان تضع اعلانات يدوية افضل بكثير هذا هو الميزة جديدة وهذا هو التحديث جديد هكذا ما بقاوش تتخلطه ما بقاوش انكم تقولوا وراحوا الاعلانات لا كل شي جيد تم حذف جميع الاعلانات وبقي فقط ان تفعل هذا الاعلان واحد ان تفعل تحقيق الربح ثم تتأكد من تفعيل هذا فيما يخص تفعيل القناة كلها مبدئيا بلا ما كل مرة تخط هنا تكوشي هذه تروح للاعدادات اسفل صندوق الوصف ترجع عفوا في في استوديو اليوتيوب تروح للاعدادات في هذا المكان تروح ممكن الاعدادات التلقائية ثم تروح لتحقيق الربح ستجد هذه الخاصية موجودة هنا اوتوماتيكي ما معنى هذا معناها ستجدوها ممكن هكذا ممكن لذلك فبمجرد الضغط تلاحظ هنا ماذا يحدث يضيفون اعلان اخر لاحظ اوتوماتيكيا هنا ما معنى هذه الخاصية اذا قمنا بعمل حفظ لا تنسوا كلمة حفظ معناها اي فيديو مستقبلا عند نشره ستكون هذه مفاعلة اوتوماتيكيا ولست مضطر الى تفعيلها في كل مرة معناته هذه في البرنامج في الاعدادات القناة الخاصة بك بمجرد تفعيل هذه خلاص اي فيديو تنشره ما عليك فقط تفعيل الربح وخلاص ويمكنك اضافة اعلانات يدوية عن طريق الدخول للفيديو واضافة الاعلانات اليدوية التي تريدها عشر عشرين ثلاثين اعلان ليست هناك اي مشكلة هذا هو الفيديو تعليم اذا عندكم اي استفسار اخر ولا فكرة ولا معلومة ما عليكم فقط تكتبوها في التعليقات ان شاء الله رح ندلو لها فيديو ولا نجاوب معلح